خلينا نسيب حضركم دلوتي من معجز الأنباء وآخر الأنباء بصحبة زملتنا للحمل شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكمل المجلس التنفيذي لسندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق مع مصر والذي يتيح الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور وأوضح الصندوق في بيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي وتم تحقيق الأهداف المالية وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإيرانية الجديد مسعود بزشكيان اليوم في مقر البرلمان الإيراني استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخر فجر اليوم إثر استهداف قوات الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين في محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة في قصف إسرائيلي لكنيسة القديس بريفيريوس التي تأوي نازحين إلى ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال لمحيط مدارس العودة التي تأوي نازحين شرق خان يونس كما أفادت مصادر محلية بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرق المدينة أيضا اتهمت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيمين نتنياهو بانتهاج استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وأوضحت حركة حماس أنها اطلعت من خلال الوسطاء على ما دار في مفاوضات الهدنة التي عقدت في روما مؤخرا مشيرة إلى أن ما نقله الوسطاء يشير إلى تعمد نتنياهو وضع شروط ومطالب جديدة متراجعا بذلك عن الورقة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق والتي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار لمجلس الأمن الدولي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق نار كثيف وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي باتجاه مخيم العين وحاصرت منزلا وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض المنازل تبدأ اليوم فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 بالأردن والمقرري إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل وتستمر فترة تقديم طلبات الترشح لمدة ثلاثة أيام وتباشر الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح دراستها لقبول الطلب أو رفضه وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في التاسع من أغسطس المقبل وتنتهي في الثامن من سبتمبر المقبل قبل الصمت الانتخابي أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار وتشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بروكرفيسك الاستراتيجية شرق البلاد مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى قواتها وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته صدت 52 هجوما في المنطقة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مشيرة إلى أن القتال في تلك الجبهة هو الأعنف في شرق أوكرانيا بأكمله ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتين في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا لقيت سيدة مصرعها في مظاهرة متفرقة اندلعت في فنزويلا عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن شخص قتل في ولاية ياركوي فيما اعتقلت 46 آخرون عقب أحداث العنف التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن المعارضة لديها ما يثبت فوز مرشحها إدموندو جونزاليس إلى هذا اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فنزويلا بالتلاعب في النتائج على حد وصفها انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل